وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن محاور ثلاثة المحور الأول في حقيقة الحركة الجوهرية التي أشارت إليها الآية المباركة الحركة عند الفلاسفة تنقسم إلى أقسام منها حركة أينية منها حركة كيفية منها حركة وجودية الحركة الأينية عبارة عن انتقال الجسم من مكان إلى مكان آخر الحركة الكيفية عبارة عن انتقال الوجود من صفة لأخرى من كيفية لأخرى مثلا الثمرة التفاحة عندما تتلون ألوانا تكتسب لون الأخضر ثم لون الأصفر الباهت ثم لون الأصفر الشديد هذه نوع من الحركة التنقل بين الألوان حركة وليس حركة مكانية أو حركة أينية إنما هو حركة كيفية من صفة لأخرى ومن كيفية لأخرى وهناك قسم ثالث من الحركة وهو ما يسمى بالحركة الجوهرية حركة الجوهرية هي أن الوجود في صميم ذاته وفي ضمن جوهره يتحرك من مرحلة إلى مرحلة أخرى من الوجود تجي مثلا إلى حركة البذرة البذرة توضع في التراب يوضع لها السماد تسقى الماء ثم البذرة تبدأ بالحركة لا حركة أينية البذرة ما تغادر المكان وإنما تتحرك البذرة حركة وجودية جوهرية أي أن هذا الوجود الواحد ينطلق من مرحلة لمرحلة أخرى من كونه بذرة إلى كونه جذورا إلى كونه ساقا إلى كونه شجرة إلى كونه ثمرا وهو وجود واحد يتحرك من مرحلة لمرحلة أخرى هذا الوجود الواحد في حركته يعيش حركة جوهرية أيضا الإنسان الإنسان وجود واحد لكنه يعيش حركة جوهرية يصل بها إلى أن يصبح روحا عاقلة واعية مدركة لاحظوا النطفة عندما تعلق بجدار الرحم حيث عبر القرآن الكريم عن هذا العلوق قال ثم جعلناه نطفة في قرار مكين تعلق النطفة بجدار الرحم هذه النطفة هي الإنسان في أول وجود له في أول مرحلة له هي الإنسان ولذلك القرآن قال لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه يعني نفس الإنسان جعلناه ضمن نطفة فالنطفة هي إنسان إنسان مختصر إنسان مختصر ضمن نطفة صغيرة كما عبر الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ما لابن آدم والفخر وإنما أوله نطفة وآخره جيفة أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو ما بينهما يحمل العذرة هذه النطفة هي الإنسان وهي مبدأ الوجود وهي أول مرحلة من مراحل الوجود الإنسان يبدأ يتحرك من النطفة حركة ذات بعدين بعد مادي وبعد تجريدي الحركة ذات البعد المادي كما صورها القرآن تنطلق من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام إلى لحم إلى جسد متكامل هذه الحركة المادية هي نوع من الحركة في صميم الوجود وهناك بعد تجريدي لهذه الحركة ما هو هذا البعد التجريدي أن هذه الحركة التي نراها حركة مادية هي في الواقع تتضمن حركة تجردية وهي الحركة من مرحلة الحياة النباتية إلى مرحلة الحياة الحيوانية إلى مرحلة الحياة الإنسانية هذه النطفة تعيش حركتين حركة مادية تنتقل بها إلى العلقة والمضغة والعظام وحركة تجريدية تنتقل بها من حياة إلى حياة الدرجة الأولى من الحياة الحياة النباتية هي حياة النمو حياة الإجدياد والإجتداد ثم تنتقل إلى نوع آخر من الحياة وهو الحياة الحيوانية حياة الإحساس والحركة الإرادية حيث إن الجنين في رحم أمه يشعر ويتحرك في هذا البيت الصغير ضمن ما هو متاح له فهناك إحساس وحركة إذن هو انطلق من الحياة النباتية وهي حياة النمو إلى الحياة الحيوانية وهي حياة الشعور والإدراك ثم ينطلق من الحياة الحيوانية إلى الحياة الإنسانية حياة الإدراك والتعقل إذا وصل في ضمن حركته إلى مستوى الإدراك والتعقل فقد بلغ أوج الحركة الجوهرية وأصبح وجودا تجريديا يعبر عنه بالنفس وهو ما أشار إليه القرآن الكريم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين نجي إلى المحور الثاني كما أن الحياة تمر بمراحل حياة نباتية فحياة حيوانية فحياة إنسانية أيضا الموت يمر بمراحل ربما بعضنا يتصور أن الموت هو شيء واحد يقع دفعة واحدة على الإنسان وينتهي لا الموت أيضا إلى مراحل الموت أيضا يأتي بالتدريج وبشكل مرحلي كما أن الحياة تعيش تدرجا وانتقالا من طور إلى طور ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا كذلك الموت يمر بمراحل وبشكل تدريجي المرحلة الأولى توقف الحركة أصبح الجسم عاجز عن أي حركة بعد الموت المرحلة الثانية فقدان الإحساس ترى الموت لا يعني فقدان الإحساس إذا تراجع الروايات الشريفة الروايات الشريفة تحدثنا أن الميت يشعر مثلا في الروايات الشريفة إن الميت ليسمع بكاء أهله عليه وإن الميت إذا وضع في قبره وتفرق الناس عنه يسمع خطواتهم وهم يرجعون عن قبره فتصيبه الحسرة والألم إذن هناك شعور بل في بعض الروايات الشريفة لا تغسل الميت بماء ساخن فإنه يتأذى شون يتأذى؟ هو ميت لكنه يشعر بذلك في بعض الروايات الشريفة لا يوضع على صدر الميت جسم ثقيل فإنه يتأذى بذلك يوضع على صدر حديد أو خشب ثقيل يتأذى الميت بذلك مع أنه جسم فقد الحياة إلا أن المقدار من الإحساس يبقى في جسم الميت إلى أمد معين إلى أجل معين ولذلك حاسة السمع هي أول حاسة يكتسبها الإنسان وهو جنين وهي آخر حاسة يفقدها الإنسان بعد الموت حاسة السمع لذلك ترى القرآن الكريم ابتدأ بحاسة السمع قال وجعل لكم السمع والأبصار بدأ بالسمع قبل البصر وجعل لكم السمع والأبصار ولأفئده قليلا ما تشكرون السمع أولا لأنه أول حاسة وآخر حاسة تعيش مع الإنسان ثم بعد ذلك إذا تحول الجسم إلى تراب وتحولت العظام إلى رميم فقد الإحشاس ووصل إلى المرحلة الأخيرة الحتمية من الموت تهى نجي إلى المحور الثالث والأخير حياة الإنسان بعد الموت إذا أغمض الإنسان جفنه وانطلق إلى الملكوت الأعلى وانطلق إلى عالم آخر هو يرقى بروحه كما يعبر القرآن الكريم كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق يعني من هذا الذي يرقى لأن روحه ترقى تصعد إلى عالم آخر وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق يساق إلى عالم آخر إلى جهة أخرى هناك الإنسان يدرك عالما لم يكن يدركه من قبل لم يكن يراه من قبل هو كان يعيش العالم المادي عالم الشجر والحجر والسماء والأرض أصبح يدرك عالما آخر عالم الأشباح عالم الأرواح عالم الملائكة عالم مليء بأصناف لم يكن يراها ولم يكن يدركها هذه الرؤية يعبر عنها القرآن الكريم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حجيد أنت كنت محاط بغطاء وهو غطاء البدن ترى البدن هو غطاء البدن الذي نعتني به ونهتم بصحته ونهتم بسلامته هو هذا البدن غطاء لا تبصر الروح ما وراء الزمن وما وراء المكان لأنها متلبسة بالبدن لأن الروح متلبسة بالبدن لا قدرة لها أن تبصر ما وراء الزمن البدن يحجبها لا تبصر ما وراء المكان البدن يحجبها فالبدن غطاء للروح فإذا انقطعت الصلة بين الروح وبين البدن ارتفع الغطاء وإذا ارتفع الغطاء إن كشف الواقع فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يبصر ما لم يبصر ويدرك ما لم يدرك لكن حياة الإنسان بعد الموت على نوعين حياة انفصالية وحياة اتصالية حياة الانفصالية حياة اغلب الناس اغلب المؤمنين اغلب الكافرين يعيشوا حياة انفصالية يعني بعد الموت ينتقل الى عالم اخر يتصل احيانا بهذا العالم وقد لا يتصل به ولذلك في بعض الروايات الشريفة ان الميت يؤذن له يعني المسألة مو بكيفة ويعيش في عالم اخر يؤذن له فيزور اهله ان الميت ليزور اهله كل جمعة فان كان مؤمنا رأى منهم ما يحب وستر عنه ما يكره وان لم يكن مؤمنا رأى منهم ما يكره وستر عنه ما يحب اذن الميت اغلب الموتى يعيش حياة انفصالية لكن هناك قسم من الموتى يعيش حياة اتصالية يعني ما ينفصل عن هذا العالم مع انه مات لكن لا ينفصل عن هذا العالم تبقى روحه مرفرفة على عالم الدنيا تدرك هذا العالم وتبصر اوضاعه وعيوبه وهمومه وهمومه وتشهد عليه هذا النوع من الحياة يسمى بالحياة الاتصالية والحقيق بهذا النوع من الحياة هم الشهداء شهداء هم الذين يعيشون هذا النوع من الحياة والقرآن الكريم عبر عنهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات مات جسدهم لكنهم ما زالوا معك ما زالت ارواحهم ترفرف عليك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويقول في آية اخرى وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احياء ولكن لا تشعرون هم احياء معكم وان ماتت اجسادهم غاية الامر انتم تعيشون باجسادكم وهم يعيشون بارواحهم وإلا فهم معكم وإلا فهم معكم يرون ما ترون ويدركون ما تدركون بل احياء ولكن لا تشعرون هذا اذا بلغ درجة الشهادة بان ختل في سبيل الله وكيف اذا بلغ اسمى درجات ومراتب الشهادة كيف اذا كان من اصحابي بدر او من اصحابي احد او من اصحابي كربلاء او من خلصي اصحاب الحسين عليه السلام الذين قال عنهم الامام الحسين اني لا اعلم اصحابا اوفى وخيرا من اصحابي هؤلاء الذين قالت عنهم زيارة عاشورة واجعل لي مقعد صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام وفي طليعتهم مسلم بن عقيل سفير الحسين اني بعثت اليكم اخي وثقتي من اهل بيتي مسلم بن عقيل رسول الحسين ونعم الرسول اليهم من العترة الصالحة لقد بايعوه وقد اوثقوه وغدرتهم لم تزل فاضحة فيبن عقيل فدتك النفوس لعظم مصيبتك الفادحة ولا برحتها طلأة الغمام تروئك غادية رائحة لانك لم ترو من شربة ثناياك فيها غد الطائحة أسحباً تقاد بأسواقهم ألست أميرهم البارحة بينما هو أمير وإذا هو غريب يلوذ من دار إلى دار ومن طريق إلى طريق وحيداً فريداً أمض به العطش والضمى إلى أين يمضي؟ إلى أين يمضي؟ وصل إلى باب بيت لمرأة يقال له طوعاً طرق الباب خرجت إلى ماذا تريد؟ قال أريد شربة من الماء لقد أمض بي الضمى أتت له بالماء شرب منه قليلاً ثم وقف على الباب قالت ما وقوفك؟ وقد شربت الماء أنت شخص أجنبي وأنا امرأة في البيت ما وقوفك على باب الدار؟ قال لها أنا غريب قالت اذهب إلى أهلك وإلى عشيرتك قال لا أهل عندي ولا عشيرة أنا غريب في بلدكم قالت من أنت ومن تكون؟ قال يا أمت الله أما تعرفين أمير المؤمنين؟ علي بن أبي طالم أما تعرفين فاطمة الزهرة؟ أما تعرفين حسناً وحسينا؟ قالت بلى هم سادتي هم قادتي قال أنا مسلم وعمي أمير المؤمنين أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين؟